شوف شوفهم يا جماعة شوفوا يا جماعة القمام شوف شوفう زبالة هذا بالمنقف شوف 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 الكبرى شوف هذة مزبلة تاريخ الصغيرة تجمع القمامة أو أنتم بكرامة هذة مزبلة التاريخ الصغيرة مشودة Frame قريب عند مكتبي بالمنقف للأسف يعني البلدية أو النظافة في المنطقة مقصرين حيل في هذا الموضوع. اسباب كثيرة. السبب الاول انا اعتقد ان ان العقد مال المدن الاسكانية المدينة الاسكانية يختلف بنفس العقد مال المدن السكنية. لا. المدن الاسكانية تكون كثافة فيها اسكان اعلى. ليش? لان اغلبها عمرات. الشغلة الثانية ما فيه رقابة عند المشرفين بالبلدية خصوص المشرفين للضحف وغيرها. الشغلة الثالثة ان ان الناس ما تبلغ ما تسوي فيديوهات ما ما تبلغ. لكن رئيس الوزراء ما لشغل الوزير ما لشغل ما لشغل. انا اتمنى ان المسؤول ما اقصد انا اي مسؤول محدد لهم كله التقدير واحتراف. ان يمر من هذه. لان تجمع القمامة ريحة وامراض وغيرها. لكن ان يكرمونا. وحطون مكتبة فوق هذه القمامة. وخلي داون كل يوم. انا بعيد عن مكتب طبعا. بس وخليوا يداون كل يوم. عشان يشوف يعني يحس بمعاناة السكان الموجودين لما يمروا من هالقمامة. وهذا المنظر الغير حضاري. يجمع معدل القمامة في الكويت للشخص الواحد من اعلى المعدلات في العالم. انا اقصد وزن القمامة الواحدة. فنقول لمن يهمه الامر في هذا الموضوع. اذهب الى مزبلة التاريخ المساقرة في المنقف. اشتركوا في القناة